ما احنا اصبحنا دلوقتي محتاجين نوضح البديهيات الاتحاد المسؤول ولا النادي الاهلي المسؤول اعتقد النقطة فارس واضحة جدا وبتضع المسؤولية كاملة على الاتحاد المصري لكرة القضاء انا اعتقد النادي الاهلي كان في سرده محدد ودقيق وكابتن محمود الخطيب عرض النقاط واضحة وصريحة وما فيهاش مجل التأويل وعشان كده لما شوفنا خرج المهندس هنا بريدة اتكلم في حتة المسؤولية المحددة لمين الكل اجمع عند المسؤولية هنا كانت في الموقف ده عند اتحاد الكرة اللي غريبة يا اسامة انه هو في غضون دقائق كان خرج بدأ يوزع على الصحفيين كلام عن خاطر ردود او ردود كلها اغلبها مرسلة وسبحان الله لحد دلوقتي مفيش قرار يخص المباراة اسيوبيا والناس بتتباحث ولكن كانت سرعة دقيقة جدا على الرد على الاهلي بكلام مرسل لما نشوف بقى الفيديوهات اللي معنا والناس تدخل معنا في الاحداث هتعرف ليه فعلا هو كله كلام مرسل كلام مرسلوا بس بلونات اختبار واعتقد انهم هيتأخروا او في الرد الرسمي لان الوضع بالنسبة لهم صعب جدا جدا وخاصة كمان مع ملف اختيار الموديل الفني ورحيل الموديل الفني الاجنبي والنتائج اللي حصلت للأسف مصر بتنهزم امام اسيوبيا من اكتر من يعني مر اكتر من 30 سنة على الهزيمة التانية في تاريخ مباريات ال18 مباراة بين مصر واسيوبيا واعتقد شفنا المستوى ظاهر ازاي وشفنا القرارات ازاي ورايحين كوريا واعضاء مجلس ادارة اربع اعضاء رأساء بعثة بمن فيهم رئيس الاتحاد فكمان تدخل في ملفات زي ده والبعض اللي كان بيتكلم عن فكرة اصلا ده ممكن مباراة كورة وتسعين ديه لا الملف اللي احنا بنتكلم فيه ده هو حق قصير هو ده الادارة هو ده ادارة كورة القدم فالقصة ما كانتش نادي اهليه بس لا ده كمان حق مصر في تنظيم محفل هام زي ده موسيقى